إيران حذرت بشكل واضح من إدراج الحرسة الثورية الإيراني في قوائم الإرهاب وإن تم ذلك فإن الدبلوماسية ستنتهي معكم أيها الغرب وإيتها الولايات المتحدة الأمريكية وعلى هذا الأساس ستكون الأبواب مفتوحة بالنسبة للمفاعل النووي ممكن أن ينطلقوا للقنبلة النووية أو على الأقل يخصبوا بمستويات أعلى وأخطر هل تعتقد إن دخلنا بهذا السيناريو فإن الولايات المتحدة الأمريكية مع انزعاجها من إيران وتدخلها في روسيا قد تكون متشجعة بشكل أكبر هذه المرة لمساعدة إسرائيل للاندفاع لضرب المفاعلات النووية مجددا هذا سؤال رائع منك كالعادة إدارة بايدن قد أوضحت تماما بأنها لا زالت تسعى إلى حل الملف النووي مع إيران عبر القنوات الدبلوماسية من الواضح بأنه مع يعني وفاة الاتفاق النووي أو أنه أصبح كزومبي فهذا يمثل تحديا لإدارة بايدن ولكنني أعتقد بأنه إذا كان لإسرائيل أن تمضي في أن تقصف إيران غدا فهذا سيزعج إدارة بايدن كثيرا لأنه سيجعل الأمر أكثر صعوبة لأن يتعامل مع الملف النووي الإيراني عبر القنوات الدبلوماسية على صعيد آخر إذا كان لإسرائيل أن تقصف إيران فأنا لا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراء ضد إسرائيل وليس خافيا على أحد بأن هناك عديدين في واشنطن الذين سيحتفلون بذلك وسيرحبون بمثل هذا الهجوم ترحيبا شديدا جدا هناك كثير من الأصوات المتحفظة وهناك الكثير من المتشددين الموالون لإسرائيل في واشنطن أعتقد بأنه سيسرهم كثيرا أن يروا ذلك رغم أنني أعتقد بأن إدارة بايدن رسميا لن ترحب بأن ترى إسرائيل تقوم بذلك شكرا للمشاهدة